فكلام الفريق البرهان وتحديدا في هذا الحوار اللي أشوفه إن الحوار مهم جدا على القائرة الإخبارية كان بيتكلم من باب ده المسئولية الوطنية أولا فقال على سبيل مثال الفريق أول عفتاح البرهان قال حصلت عدة محاولات في درفور للسيطرة على المدن شدد بقى وقال إيه هنا شدد قال إحنا مش عاوزين نوسع طبعا يعني الكلام على القوات المسلحة السودانية مش عاوزين نوسع دايرة القتال ومش عاوزين نخرج برى المناطق أو المنطقة المحددة بل إنه أكمل إن كنت تتذكر وقال إنه علشان يحصل إيقاف حقيقي لإطلاق النيران علشان نعرف نقعد بشكل حقيقي على مائدة المفاوضات كيفما يحدث مثلا في جدة يجب فورا إن الكل الكل ينسحب من المناطق المدنية مش هينفع يبقى فيه مسلحين جوه المناطق المدنية وتيجي تقول لي يلا نعمل وقف إطلاق نار مش هينفع يبقى فيه مسلحين في المناطق المدنية وتقول لي يلا بينا نستأنف المحاورات والمباحثات والمحادثات والمفاوضات مش هينفع تعال نسمع ونكمل الكلام حدثت عدة محاولات في ذلك الفور التي سيطر على المدن إذا كانت في الجنينة فراح ضحيتها مئات المواطنين السودانين أيضا في نيالة وفي الفاشر كلها حدثت بعض المواجهات المؤسفة التي رح ضحيتها عدد كبير من المواطنين ونهبت كثير من المتلكات في نيالة في جنينة في بعض المدن الأخرى في الأبيض نحن أيضا نرى أن هذه الأمور يجب أن تتوقف لا نريد أن تتوسع دائرة القتال لا نريد أن يخرج الصراع من المنطقة المحددة الدائرة فيها الآن في وسط الخرطوم أنا بقول لك ده لأننا ركزت جدا في الحوار الحقيقة يعني زملاء الأعزاء هنا في برنامجنا التسع الحقيقة بزل وجهد جيد جدا فيه يعني فكرة تلخيص وجمع الحوار أو تفريغه إذا صح التعبير في ملاقصات بس أنا كمان أنا من نوع الحب بردو يشتغل بإيده بصراحة فأنا كان فيه جمل كتير في حوار فريق أول عفتاح البرهان على قناة القاهرة الإخبارية كان بالنسبة لي لافتة للنظر إلى بعد الحدود وبصيت عليها إذا يعني سمحتولي إن أنا قوم بصيت عليها بعين رجل بشكل أو بآخر يعني اعترك السياسة واعتركته حلو لما الفريق البرهان يقول لك إيه يقول لك إنه عمليا قوات الدعم السريع ما بقتش موجودة في أغلب المدن باستثناء الخرطوم إحنا بمتكلم على العصمة أسادي علشان كده هتلاقي في كلامه وفي استرساله في الحوار اللي على قناة القاهرة الإخبارية هتلاقيه بيتكلم دايما في إيه بالترحيب بأي مبادرة تدعو للحل السلمي وإقاف القتال واحترام إرادة جميع السودانيين بس لو سمحتوا لازم نطلع بر المدن اسمع بعدين نكمل الكلام أنا وأكد الشعب السوداني أن قوات المسلحة همها الأول هو الحفاظ على ممتلكات الدولة السودانية والحفاظ على سلامة المواطنين نحن صحيح رسلنا وفد إلى المملكة العربية السعودية وهذه فرصة سانحة لنشكر قيادة المملكة العربية السعودية على استضافة المفاوضات الجارية الآن هذه المفاوضات بصدد إقاف هذا القتال بصدد إعادة عودة الحياة لن نمضي في أي مبادرة لا تساعد ولا تعيد الحياة ولا تعيد الأمر إلى المواطنين نحن في قوات المسلحة لا نريد مبادرة نستفيد منها كقوات مسلحة بأن يوقف القتال نريد مبادرة تعيد الحياة مع إقاف القتال إلى وسط العاصمة نريد مبادرة حقيقية يحتاجها الشعب السوداني نحن الآن نمضي بحطة حسيسة في إكمال أعمال العسكرية المطلوبة بحيث لا تتأثر مناطق الخدمات ولا تتأثر المواطنون من ذلك نحن برضو نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وكل أخوان الأصدقاء السودان الذين سعوا إلى إياد الحلول المناسبة والحلول اللازمة التي توقف القتال لكن لا نريد أيضا أن يكون هناك عمل منقوص يوقف القتال فترة حدودة يعطي المشروعية لجهة معينة تجاهل هموم المواطنين وتجاهل احتياجات المواطنين قد بلك هنا بقى الكلام فعلا شديد الأهمية أولا من ناحية أن الفريق أول عفتاح برهان في هذا الحوار مع القاهرة الإخبارية أكد على فكرة الترحيب بأي مبادرة لحق ندماء السودانيين في المطلق وأن القوات المسلحة الجيش السوداني هيحمي مصالح السودانيين وممتلكاتهم وممتلكات الدولة أي أن كانت الأتمان بل أنه بيكمل وبيقول ترحيبنا بأي مبادرة لحقن الدماء السودانية يبقى كمان مرتبط بأنه ما يحصلش أي توسع في العمل العسكري داخل المدن يعني مش هينفع نبقى قاعدين وفي عمل عسكري بيحصل مش هينفع نقعد على موائد المفاوضات ولكن يبقى عندنا يعني مسلحين بيسيطروا على مناطق أو على أحياء أو بيسيطروا على مستشفيات أو مركز اتصالات أو مطافي أو ما إلى ذلك لأنه ده مش هيخد المفاوضات ويطلع بيها الأدام لأنه مش هتنفع المفاوضات تستمر بهذا الشكل وفي نفس الوقت قال جملة أنا أشوفها مهمة إلى أبعد الحدود قد يكون لإيماني الشخصي بيها وأنا قلت الكلام ده مبارح